الله معكم وقرأت خبر من أيام بيحكي عن اتهام أمريكي للصين بإنشاء قاعد التجسس بكوبا للتجسس على الجزء الجنوب الشرقي من أراضية ما رح يحكي عنها ولكن رح يحكي أكثر عن الانتشار الأمريكي بمحيط الصين والقواعد الأمريكية التي تقع ضمن مرمز الصواريخ الصينية سواء من قصيرة المدى حتى بعيدة المدى الباليستية فلذلك رح بلش شوي بالكوريا الجنوبية طبعا بحكي عن جزء من الكواعد ربما يكون بمساحة أمان ما أقول كلها ويطلع في شي ناقص رح نبلش بالعالمات الزرقائية الكواعد الأمريكية سواء مختلفة مطارات بحرية كواعد اتصالات مخازن زخيرة وإلى خيره مختلف الاستخدامات العسكرية بكوريا الجنوبية متل ما عم بتشوفوا الانتشار الكواعد العسكرية الأمريكية على اختلافها باليابان أيضا في قواعد بجعب أذكركم ممكن كمان في أنظمة درع صاروخي في محطات استطلاع محطات رصد كلها هاي دي بمحيط الصين يعني متل عم تشوفوا كوريا جنوبية واليابان مغطايين الجزء الشمال الشرقي من الصين عم نحكي بطايوان أيضا في كانت تواجد عسكري للأمريكيين ولكن بشكل مدربين هذا المعترفين فيه بالفلبين عم نحكي تقريبا في تسع مطارات جزء نصفة تقريبا خاص بالأمريكيين ونصف الآخر قيد الإنشاء عم بيتم بالاشتراك مع الفلبين تجهيزه للاستخدام من المشترك بين الطرفين طبعا بسنجافور عنا قاعد بحري للقوات الأمريكية عنا أيضا باستراليا بمعاطق الشمال بالوسط وبالجنوب الغربي وبالجنوب الشرقي في قواعد تستخدمها القوات الأمريكية بالمحيط الهادئ هون بالمنطقة يعني لقالكم إن شاء الله تتنقل القوات الأمريكية تقريبا اللي ما بيعرف تقريبا 60 أو 65% قوات البحرية الأمريكية موجودة بالمنطقة المحيط الصين إذا بنسميها منطقة المحيط الهادئ والهندي فهذا الامداد كله بلا يجي من أمريكا من الولايات المتحدة الأمريكية حتى المنطقة هون بالصين بدوا جزر وبدوا يعني بدوا يكون في خطوط وسط بالنصف تنتقل علي الامدادات ولحقا إلى المنطقة هونيك فلذلك بالمنطقة هون ببيرل هاربور في قاعدة بالمنطقة هون مفروض بجوام فيهم بالجزيرة هايدي في كمان جزر مارشل في قاعدة أفكر جزر مارشل كان في عليا خلاف كتير كبير بيعطينا أفضلي للسكان يروحوا على أمريكا من دون فياز وإلى أخيره كرميل يغرون اللي يعملوا الأمريكيين كواعد بالمنطقة هون بجزيرة هون ويك آيلاند كمان في قاعدة أمريكية مطار هون قاعدة أندرسون الجوية هون في ثلاثة قواعد بحرية وجوية للقوات الأمريكية مثل ما عم بتشوفوا بتستخدم كتير قواعد لتقدر تكون سلة توصل بين الوقت المتحدة الأمريكية والمنطقة هون مع الصين منطقة المحيط الهادئ والهندي فلذلك هدي كانت لمحة بسيطة عن القواعد الأمريكية بالمنطقة طبعا برجع بحكي عننا بعدين أنا بوقت آخر طبعا هدي هون كان دياغو جارسيا مثل ما عم بتشوفوا دياغو جارسيا بتنسق بين القواعد الأمريكية اللي بتجي من متواجده بالخليج بتجي لهون ومن هون بتجي على منطقة الاستراليا ومنطقة المحيط الهادئ والهندي متل ما شايفين القواعد كتير مهمة للدول الكبيرة كتير ضرورية لتأمن لتحافظ تنقل الوقات العسكرية للاستخدامات الأخرى أيضا طبعا فلذلك هدا كانت عيني بسيطة بتمنى تتابعوا القناة حتى في حال بتشرح بعدين عنها تكونوا موجودين طبعا لتشوفوا بقية الأمور اللي بنشرها تحياتي لكم لا تنسوا اللايك لا تنسوا تشاركوا الفيديو لا تنسوا دالكن امتبعين معي الى اللقاء